اشتركوا في القناة 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 اللهم لك الحمد الله يطول في عمره ولا يحرمنا منه نس ساعة تقضي شغلك كامل نعم احتاجه السوق كامل بالإضافة إلى تكييف اخوية سيف والسوق مغلب في هذا الجو الحار طال عمره وما كانت حد قبة وحده مكيب ونحن ما بيأخذ راحته لكن اللهم لك الحمد هذه تعرف بعد اخوية سيف اللي يميز هذا السوق أنه الرقابة على مدى الساعة 24 ساعة يعني عندنا دكاترا موجودين في قسم الخضار عندنا دكاترا موجودين في قسم اللحوم وأيضا في قسم الأسماك يلفون على المحلات ويتابعون البضايع حتى من دخولها إلى أن يتم توزيعها على المحلات طال عمرك سوق الجبال اليوم انشأ بنشأ متكاملة من كل الجوانب اليوم اعتبر سوق حضاري بالأسلوب راقي معلم تجاري معلم تجاري شيء يعني مريح حتى ينبتي الأول أنت أتيت دقق على الخضراء الدقق على السماء ما يحتاج خذوا أنت يعني مطمن ليش؟ لأنا دكتور حذاك عيمينك صاحب الاختصاص نعم صحيح الله يطول بمحاكم اللي قدم لنا هذا الصرح هدية نعم الله يجعله مزاح حسنات يا رب العالم ترياك على الغداء بس ان شاء الله ان شاء الله محمد بطرش لي الموقع والبيت أكيد 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 نحكم سهرين شكرا يا محمد بارك شكرا يا أبو محمد ما شاء الله الله يطولي بعمرك طبعا تحد اللقاءات المميزة في سوق الجبيل مع المتسوقين المشاهدين الأعزاء ونكمل نحنا جولتنا في هذا المحل الجميل أيضا مميز ما شاء الله عدنا الطماط شرمان عدنا صناديق وعدنا أيضا الأسعار بالكيلو وأيضا أنواع بلدان مختلفة خبرنا عن الطماط والأسعار يزاك الله خير طماط صندوق 18 درام 18 يعني كبير صندوق من المناق هذا هذا في 25 درام 25 هذا وزن زيادة هذا كم؟ 11 وهذا سبعة سبعة نوس ما شاء الله جميل يعني هذا الأسعار الطماط عدنا مشاهدين الأعزاء تعتمد على الكميات وأيضا أحجام الصناديق اللي نشوفه معاكم هنا سواء 11 كيلو أو كنا على 7 كيلو على حسب وشوفوا حجم الطماط تبارك الرحمن شوفوا الحجم ما شاء الله طبعاً في عدنا الإنتاج المحلي في عدنا الأردني في عدنا المستورد من دول أخرى مشاهدين الأعزاء يعني طب وختار شرم ماتبة أو الأحجام اللي تبغيين بغيت الأحجام الصغيرة أو الأحجام أيضاً الكبيرة كلها متوفرة عدنا في سوق الجبير واليوم عدنا أسعار الصناديق تبدأ من 17 درهم لغاية إلى 20 إلى 25 نزيل تعالوا يا إزددام زاكر الله خير ندخل على الورقيات والخس خس أربا درهم أربع درهم إلى الآن الحمد لله محافظ على سعر الخس على أربع درهم الورقيات معروفة على درهم ما شاء الله طبعاً عندنا الجرجير النعناع الأشياء كثيرة طبعاً مثل ما نشوف الكزبرة وهناك عندنا أيضاً اليوم أحينا موسمة اليح ما شاء الله يح و هنبة حينا الهنبة يعني مصلاً منشي الهوياك هنا بنشوف ما شاء الله شوفهم الكثرة ما هي بالغة خلاصة تبطلت بعد تبارك الرحمن اليوم الكيلو كم؟ الدرهمين الكيلو على درهمين باللسبة لي من طمانين نعم وفي محلات تبيع على الدرهمين النص وفي على حسب أيضاً مثل ما خبرناكم مشاهدين الأعزاء على حسب الكميات الموجودة في المحلات وطبعاً نحن استعرضنا هذا المحل مشاهدين الأعزاء ما شاء الله عنده من الخضروات والفواكه وعنده اشياء كثيرة تبارك الرحمن وأيضاً أسعار جداً جميلة ومميزة شكراً شكراً إذا المشاهدين متابعين الأعزاء نتمنى إن شاء الله لتعجابكم هذه الفقرة وطبعاً هذه الفقرة موجهة طبعاً لأمهاتنا في البيوت اللي يتابعونها دائماً ونحن طبعاً نسعد بإن ننقل لكم مشاهدين الأعزاء أسعار السوق هذه سواء كانت بقسم الأسماك أو أيضاً قسم الخضار والفواكه أو أيضاً قسم اللحوم عشان تعرفون دائماً مستجدات هذا السوق من ناحية الأسعار وتقارنون طبعاً أنتم بالأسعار الخارجية للمنافذ التجاري الأخرى وأيضاً عدنا في هذا السوق الجميل من هذا المعلم التجاري من السوق الجميل حياكم الله ونشوفكم إن شاء الله في حلقات وفقرات قادمة مع السلامة